على أعتاب الثمانمائة بلغ سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي في السوق اليمنية تطور كارثي خطير ينذر بمرحلة هي الأسوأ في تاريخ البلاد التي تعصف بها الحرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام قاد الرئيس هادي خلال الساعة الماضية إحدى أكثر تحركاته كثافة من مقر إقامته في الرياض وذلك بحثا عن حلول عاجلة للانهيار المريع لسعر الريال عقد الرئيس اجتماعا مع هيئة مستشاريه بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية لكن الاجتماع لم يخرج بأكثر من توجيهات لا تمتلك الأدوات الكافية للتنفيذ على أرض الواقع في ظل عدم قدرة الحكومة على الإمساك بأدوات السياسة النقدية في هذه المرحلة كما أوضح أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية والتقى الرئيس هادي بالسفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد الجابر وبحث معه التدابير الكفيلة بالتخفيف من معاناة الشعب اليمني قبل أن يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليبحث معه ذات الموضوع تحركات الرئيس أثمرت توجيها من العاهل السعودي قاضى بتقديم منحة مالية بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني ودعما لمركزه المالي لم يرشح حتى الآن شيء عن أليات التوظيف العاجل لمنحة كهذه بما يسهم في احتواء التدهور المتسارع لسعر الريال في حين أن الحكومة لا تزال توجه تعقيدات عديدة في استخدام وديعة المليار دولار التي سبق وأن أعلنت السعودية تقديمها في وقت سابق من هذا العام حتى هذه اللحظة لم يتضح ما إذا كان بوسع بلد تتقاسمه سلطتان أن يتجاوز تحدي خطير كهذا فها هو البنك المركزي الخاضع للسلطة الشرعية لا يمتلك أكثر من تحذير صادر عن محافظه محمد زمام للبنوك التجارية ومحلات الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكية السوق تحذير محافظ البنك المركزي تضمن التلويح بإجراءات عقابية من بينها إيقاف خدمات السوفت عن البنوك المخالفة وإدخالها ومحلات الصرافة في القوائم السوداء زمام أوضح أن البنك المركزي وفر عدد من وسائل التمويل للبنوك التجارية سواء من الوديعة السعودية والتي أصبحت إجراءات السحب منها سريعة وسهلة على حد قوله أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط وآخر مبلغ خصص لهذا الغرض يصل إلى مئة مليون دولار تداعية الحرب تزداد اتساعا وقسوة والأقسى منها أنها تفقد ليمنيين حق الحياة إما بالقتل المباشر أو بالموت جوع ترجمة نانسي قنقر شكرا